بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة عايزة أقول المصريين يعني يشهد لهم بأنهم شعب متحضر شعب يعرف مصلحته شعب عنده وعي بالفترة والحقيقة يعني معظم المصريين عندهم استجابة للأوامر والتعليمات الصحية الآن للحفاظ على نفسنا من كورونا بنقول ساعات الحظر ساعات ممكن تبقى مملة أو طويلة على البعض اللي متعود يخرج كتير عشان كان نهاردة معنا فقرة هنتكلم فيها إزاي نستغل وقتنا استغلال أمسل وإحنا عاديين في البيت كمان في البعض بيعشق الحيوانات والبعض عنده حيوانات في البيت بيقتنيها بيربيها بيهتم بيها ولكن مع هذه الأحداث الأخيرة يبقى عنده خوف مضاعف منه وممكن هذا الحيوان اللي عنده في البيت ينقله الفيروس كل ما يتعلق بالحيوان المنزلي ده موضوع الفقرة الأولى إن شاء الله معنا النهاردة أو الفقرة بعد الفاصل خليكم معي أهلا بكل مشاهدينا مرة تانية أصدقاء برنامج زينة وحالة السبت على الهوى زي ما نواتف المقدمة الفقرة الأولى عن العلاقة ما بين الحيوان المنزلي وأصحاب المنزل في هذه المرحلة الحرجة اللي كلنا خايفين ومتحسبين وعملين احتياطات عشان نحافظ على نفسنا من العدوى الحقيقة فيه سلوك طيب من معظم المصريين في استجابة من التعليمات الصحية والطبية لكن في الأولى الأخيرة انتشرت ظاهرة إن اللي عنده حيوان منزلي سواء قطة أو كلب بيحاول يتخلص منه خوفا إن ممكن يكون هو ناقل للعدوى أو ناقل للفيروس كورونا النهاردة معنا متخصص في هذا المجال هيقول لنا الإرشادات الحقيقية الصحية الطبية السليمة فيما يتعلق بالحيوان المنزلي رحوا معي بدفع الهوى دكتور أكرم أبو الخير المدرس المساعد في معد بحوث صحة الحيوان قسم الفيروسات ناول يا دكتور أهلا وسهلا بك يا خب الحقيقة يعني زي ما احنا عارفين في السيرة النبوية العطرة إن فيه امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي سقطها ولا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشش الأرض يعني برغم إن كان كل عملها طيبة لكن هذه الغلط أو هذا الخطأ الكبير دخلها النار ده طبعا ملخصه إنه يجب علينا الرفق بالحيوان في المقابل رجل دخل الجنة لإنه فقط سقق كلب كان يلهس في الصحراء كان عطشان فخلع نعله أو خفه وملأه بالمياه من البئر وشرب فيه الكلب العطشان اللي بيلحس يعني باختصار مرة تاني بقول هو كل الدين والشرائع بتحس على الرفق بالحيوان والمعاملة الحنونة مع هذا الحيوان اللي ما يعرفش يعبر عن نفسه ولا يقول أنا جعان ولا عطشان ولا تعبان في الأول الأخيرة البعض المتخوف لو عنده كلب أو قطة في البيت بيحاول يتخلص منه طبعا بتبقى جريمة بشعة في حق هذا الحيوان اللي متعود على الحياة في المنزل حياة مرفهة إلى حد كبير الأكل والشرب بيجيوا لغاية عنده لما بيطلع في الشارع ممكن يموت أو يتعذب التعليق العام حيك شايف الصورة إزاي؟ في كتير بيعملوا كتير دلوقتي؟ بالفعل ويمكن أول ما تقال الكلام ده أو بدأ يظهر مشكلة الكورونا فيروس والناس قالت ده بتنقل من الحيوانات أو جاي من الحيوانات بدأت الناس تربطها بحيوانات البيت ده كائن حبيس المنزل ده قاعد في البيت فالطبيعي زي ما احنا التايتل دلوقتي بتاعنا أو الكلام العام للمصريين كلهم يا جامعة وقعدوا في البيت عشان ما نقلش لعدهم بعضنا فما بالك بالك بالكائن اللي حبيس البيت بالنسبة لأن ده كامبينيون أنيمال أو كائن مرافق للإنسان الرسول عليه الصلاة والسلام أكد ده بأن الكائنات دي الطوافين عليكم والطوافات دي كائنات جميلة جدا ورفقاءنا في المنزل فده كائن إحنا مربينه في البيت فالطبيعي إن مش هو هيبقى حامل لمرض وقعد بيه فترة كبيرة يعني وإحنا فجأة كده هيظهر علي المرض دلوقتي وقعد في البيت ده بالعكس ده إحنا نخاف عليهم إن إحنا اللي بنيجي من بره البيت إحنا اللي ممكن لهم ياه ده أكيد طبعا بس زي ما أنت يمكن حضريك أكدت في الأول إن الكائنات دي ما تقدرش تقتات أو تدور على أكلها وشربها لوحدها في الشارع الغلط إن أنا يبقى حيوان مربيه في البيت بأكله وبشرابه وعيش حياته كلها من ساعة ما تبدأ حياته شايفني أنا اللي بقدم الأكل والشرب وفجأة يلاقي نفسه في الشارع ده بنسبة فوق 90% هيموت أو عشان يحاول يمارس سلوكيات العادية كأكل أو شرب أو جواز هيبدأ يتخاني مع الحيوانات تانية فيبدأوا يقصوا بعض وغالبا لحد منهم هيبدأ يموحوا تحصل مشكلة تقول الحيوان المنزلي اللي محافظينا عليه بالكشف الدوري بالغذاء الصحي السليم هيبقى كويس وآمن طالما مش بيخرج برى البيت ده بالفعل إنما ممكن يكون هذا الحيوان المنزلي معرض للعدوى من البشر اللي بيخرجه برى البيت ده أكيد ولا لا زيه زيه أي مرض ممكن تنفسي يتنقل أنا لو أعطست وأنا حامل المرض ممكن أأذيكي أنت أو أبدأ أن أقلك مرض تنفسي فأنا لو أنا داخل في البيت وأنا حامل لعدوى وأعطست فوش الحيوان ليه لا ما يأتراكتش أو ما ياخدش المرض في جسمه بس إنه هو بيكتر الفيروسات دي أو يبدأ ينقلها للإنسان لا ده اللي ما سبتش وده مش صح فإن الحيوان ينقل لي أنا بالتبعية لا الكلام ده طبعا مش صح طب دكتور أكرم حاك يعني قلت معلومة في المطلق مفيدة إنه ما فيش خوف من الحيوان المنزلي ولكن لو حد قرر لزروف ما صفر مرض أي حاجة ممكن تخليه مش معتني بهذا الحيوان اللي عنده في البيت يتصرف إزاي يعمل في إيه للأسف بنسمع عن حوادث بشع إنه في مثلا إنسان أو مواطن عنده كلب أو قطة بيسموهم بيقتلهم بيبقى خايف إنه هو يتصرف تصرف آخر خوفا على أطفاله مثلا طبعا دي جريمة بكل مقييس إنه قتل هذا الحيوان ولكن في المقابلة هو قرر يتخلص منه يعمل إيه مبدئيا هو ده قرار غير صائب تماما لو هو ناوي يتخلص من الحيوان ده بسبب مشكلة فيروسية أو خوفة من الحيوان لا الكلام ده مش صح تماما بس خلاص لو الظروف حكمت أو خلاص هيتخلص بالفعل من الحيوان فكرة السم غير الحرمانية اللي فيها الكلام ده ما يصحش ما يفعلش أتخلص من كأن حيب إن أنا أقتله جريمة بمعنى كلمة زي ما هي في حق الإنسان دي في حق الحيوان ده كأن حرام قتله وشرعا وقانونا المفروض ما يتم مش قتله ده إحنا حتى كأطباء بيطارين لو أزيت الحيوان ده أنا بحاسب على كده بالقياس لأن يعني في الدين حتى اللي ربنا قرر إنه يدخل الجن لأنه سأكلب معناها أيه معناها إنه هذا الحيوان له حقوق له يعني مشاعر له طلبات يشرب يرتاح يحس بالأمان طالما مش قد الحكاية دي ما نجيبش بقى حيوان معنا في البيت ده الكلام الصح مش قد الموضوع من الأول ما تجيبهوش بس طالما جيبته وتحملت مسئوليته ده زي زي أي ولد في البيت أو بنت في البيت فرض من أفراد العيلة فالتخلص منه تماما قرر مش صارف بس لو خلاص يعني الظروف حكمت زي ما يمكن خارج قلتي لسفر أو لغيره مش لمشكلة فيروسية أو لحاجة أتقلم الحيوان في موضوع التبني دلوقتي دي فكرة دلوقتي رائجة بين المصريين كلهم والحمد لله في وعي من كده بين الناس وبعضها إنه ممكن أتخلص من الحيوان بالنديل حد يقوم بمراعاته قادر إنه هو يتقبل الحيوان ده منه يرعيه في البيت ويبقى خلاص ينتنقل من بيت لبيت ما ترماش في الشارع دكتور يعني أكرم خلاص إحنا قلنا إنه ما فيش خوف من الحيوان المنزلي ولكن طبعا فيه محزير إيه علاقة بالسلامة والتطهير والتطعيم والمتابعة الدورية عند الدكاتة المتخصصين فيما تعلق بالتعقيم والتطهير كلمني عن الجزئة دي لو فيه بيت فيه حيوان أنا في البيت عندي قطة وعندي كلب في البيت الحيوان بما إنه ما خرجش بره البيت فمبدئيا ما فيش خوف عليه بس برضو مبدئيا إحنا خوفا علينا كمان يقادمين التعامل بالنفس قادر المستطاع يقل منه عشان إحنا ما نقلش حاجة وعشان الناس اللي بتتخوف بمعنى إيه دكتور؟ بمعنى القطة بتلحس وحعارفين المربين القطة اللي القطة بتلحسني بمساهم بقها كانوا من المشاعر اللي فيها عطفة يعني بالفعل والناس بتعمل الكلام ده مع الكلاب برضو يعني قادر المستطاع بلاش الكونتاكت عن طريق الليكنج أو اللحسة أو التلامس عن طريق الفم الحاجة التانية التطهير بتاع شعر الحيوانات بيتم وسائل كتيرة مشهورة جدا زي الشامبوهات الجافة والشامبوهات العادية الحيوان بيستحمى زي وزينا في البيت المطهرات بتاعتنا لأ دي غلط أو مش صح وقابلنا حالات كتيرة بداية مشكلة الكورونا اللي هي ما تعددش الثلاث شهور لحد الوقتي بسميات في حالات بسبب الكحول أو كلور أو المنظفات في البيت ده كلام مش صح لأن الحيوان ده كائن ماشي على الأرض في البيت مسحنا هنا أو طهرنا هنا بكلور أو ديتول والحيوان ماشي بإيده ويبدأ إيه لحس إيده ياخد المواد السمية دي سواء الكحول أو غيره ويبدأ يأذي نفسه أو يبدأ يصاب حالات سميات عشان بطهره غلط طب هنتوقف عند الجزئة المهمة دي موضوع التطهير بالكلور ممكن نعمل حوادث كتير لو البيت في أطفال لو البيت في حيوان بالفعل لأنه ما فيش فرق ما بين شكل الكلور وشكل المية ده أكيد لازم نقول هنا حاجة مهمة المطهرات أولا إحنا كناس ناضجين وجبار المطهرات في البيت لازم تكون معزولة تماما عن إيد الأطفال وأولى بقى الحيوانات كمان الحيوانات بتبدأ تدعبس أو تدور وتلعب في أي حاجة وتبدأ تقلبها وممكن يلحسوا أو يبدأ يتأذي منه بس المطهرات بصفحة ما لازم تبقى متشاهلة بعيدة عن الأعين والتطهير أو التنظيف أول بأول المكان يتنشف كويس أو يتساب لحد ما يتهوه فيه دكتور أكرم نصيحة أنه لازم نخفف هذا المطهر أول ما نشتريه عشان ما بقاش مركز أو لو حصل أن فيه حيوان طاله أو طفل مسكه ده أكيد ولو التطهير ده عشان التخوف من الفيروسات فالنوع أو العيلة دي من الفيروسات دي فيروسات ضعيفة انفلوبت متغطية زي لابس جاكت كده دهني الدهن دي بتتكسر أو الفيروس ده بيت إذي بمجرد ما يعدي عليه المواد الصابونية العادية فالتطهير العادي الخفيف خالص كافيل أنه ينظف ده يعني تكرار استخدام المياه والصابون ده كافي كافيل بالفعل أنه يقوم باللازم بدون حتى الكلور أو الكحول أو الحاجة الأدفانسد أو زيادة في التطهير فالمياه والصابون كافيلة ده مع طبعا تهوية المكان أو باستمرار يبقى فيه جو متغير في المكان هو يمكن الناس حريصة على موضوع الكلور وتطهير الأرض لو في حد خرج برا البيت وطبعا بيحصل يوميا عشان الأحزائي بتبقى ملوثة فرغبة من تعقيم البيت أو تطهيره أو كده هو الأم أو ربة البيت بتستخدم المطاهرات أو المعقمات دي فحد بتقول بصفة عام غسيل الآيدي المتكرر بأي صابون عادي ده كافي بالنسبة للآيدي طب بالنسبة للأرضيات من غير أي مركات يعني ممكن بالفعل الكلورات العادية أنواع الكلور العادية متخففة بتركيز خفيف كمان مش تقيل قوي زي ايه بقى التركيز؟ النسب بتبقى معروفة بتبقى على حسب المنتج المتوفر تركيزه بس معظم الكلور المتاح في السوق بيتم تركيزه أو التخفيف بتاعه بالكمية مقدار الغطة بتاعه على النص اليتر مية أو ممكن يتحط مثلا في بخاخة وتبقى جانب باب البيت زي ما كلنا عاملين في بيوتنا وتترش على باب البيت الأكر الجزم برا أو المدخل بتاع البيت بس ده كفيل إنه ما يدخلناش حاجة عن طريق إيدينا ورجلين هي فكرة وجيهة إن أول ما نشتري المطاهر أي إن كان نوع قرور أو غيره نخففه بالمية ونحطه في جركن كبير عشان ما يبقاش مركز أي ممكن يأذي أي حد لو مسك هو ومش عادي حتى لو حصل أي حوادث ما يحصلش منه أي مشاكل وبالتبعية هو كفيل أو قادر على التنظيف لأن فيروسات زي دي دي عائلات ضعيفة جدا والمهم طبعا في النظافة الشخصية بتاعتنا الغسيل الإيد والوش بالمية والصابون والاستنشاق دوريا عشان خاطر لو في أي فيروسات من دي دي بتقف في أول الجهاز التنفسي والغرغرة أكيد طبعا وده كله بيتم في النظافة الشخصية العادية ومع ذلك طبعا الواحد لو هو جاي بحاجة من برأ أكيد النقل مش هيكون الحيوانات بالطريقة دي زي وزي للإنسان بالضبط تمام طب في سؤال عن موضوع النموس وأي حشرات منزلية ليه علاقة بالفيروس؟ يعني خلينا برضو أكد زي ما أكدت من شوية المشكلة دي كلها حصلة في أقل من ثلاث شهور فالأبحاث اللي ممكن تطلع كلها بفترة زي دي دي كلها أبحاث يعني ما أخدتش وقتها في النهية تطلع أو تصلح للنشر فده ما تمش تأكيده بس زي ما أسدتنا علمونا في مجال الفيروسات إن فيه فيروسات بتتتقل عبر الحشرات ده مش منهم أو دي مش العقلات دي والحاجة التانية عشان يتنقل لازم الفيروس يكون بيلف في جسمي بشكل جامد قوي لدرجة أنه عمل لي حمى وأنا سخت وكمية نموس كبيرة قوي قرصتني وراح تقرصت غيره عشان تنقله فيروس زي ده أو غيره طبعا من الفيروسات ففيه شروط كتيرة قوي تحكم من الكائنات دي أو الفيروسات دي تتنقل عن طريق الحشرة بالإضافة طبعا أنه هو مش معروف عنه من حاجات زي دي بتتنقل عن طريق الحشرة طيب هنوصل حوارنا المهم ده على المستوى الصحي ولكن بعد ما نشوف مع حضرتكم تقرير خارجي عن أسليب الوقاية من فيروس كورونا ولسه حوارنا مستمرة مع حضرتكم مع ضيفي المشرف على الهواء دكتور أكرم وبنتكلم عن اللي عنده حيوانات منزلية في بيته إزاي يعتني بيها في زر ظروف كورونا طبعا دكتور طمنا في أنه ما فيش خوف من هو في البيت ما بيخرجش بالعكس ممكن نخاف على الحيوان ده عشان احنا بنخرج ممكن نقله احنا لقدر الله يعني الفيروس فبنقول المناعة الطبعية ممكن تكون قويسة عند الحيوان وكمان العناية الشخصية والنظافة المستمرة في البيت ممكن تحمي الحيوان طبعا يعني قال ممنوع تماما أن احنا نتخلص من الحيوان في الشارع بنقذيه بنعزبه لأنه هو ممش بتعود على الحياة البرية كده على الإطلاق أنه يبقى في الشارع الواحد ولا متعود على الحياة المنزلية اللي فيها رفاهية لحد كبير اللي الأكل بيجي لغاية عنده فلو طلع الشارع هيتعزب أو هيموت لسه حوارنا مستمر مع حضرتك وبنكلم عن الحشرات المنزلية اللي هي علاقة بفيروس كورونا وبالفعل يمكن وضحنا شوية أن الفيروسات دي ما بتتنقلش عن طريق الحشرات أو ما تأكدش نقلها عن طريق الحشرات وليها خواص كتير قوي لازم عشان الفيروس يتاخد عبر حشرة يعني ويتنقل لكائن تاني سواء إنسان أو حيوان بس طبعا ندل الاحترازات اللازمة أنه لازم البيت دايما ما يبقاش فيه حشرات سواء بالمنظفات أو بمضادات الحشرات العادية أو سواء بتأفيل البيوت بالسلكة أو الكلام ده طبعا منع دخول الحشرات ده بصفة عامة لأن الحشرات بتنقل طفايليات في الدم وفيروسات وحاجات ومشاكل كتير أخطر من طب دكتور أكرم يعني دايما يتقل قوي جهاز المناعة عشان بقي فيه مناعة طبعية من غير أي أدوية فما جيش الفيروس خالص ونصحنا بتناول فيتامين سيو والزينك بالنسبة للمناعة الحيوان المنزلي ممكن نزودها بأي أدوية معينة أو بنوع من الأكل معين بالفعل الكائنات الحية دي دي كائنات حية زينا بالزبط وبرضو نفس الحاجات اللي بترفع المناعة بتاعتنا زيها وأشبه بيها بكتير حاجات بترفع المناعة بتاعتهم ودي الدكاترة المتخصصين وكل الدكاترة البيتريين شطار جدا بمجرد ما الحيوان يكون في الكشف بتاعه أو في الفحص بتاعه بيتكتب له على سابليمنت أو المكمل الغذائي المطلوب ليه وأه طبعا بمجرد ما يبقى الحيوان منعته مرفوع باستمرار وبالتحصينات الدورية طبعا اللي بترفع من منعته بيبقى غير قابل إنه هو يأتراكت أو يبدأ يتئذي عن طريق الأمراض الفيروسية بصفة عامة وفي نفس الوقت يبقى منعته باستمرار كويس عشان إحنا أمراض منه تانية كتير غير موضوع الكورونا طبعا طب دكتور العلاقة مستمرة ما بين الفلاح والماشية يعني الماشية الفلاح بيستعملها في حياته اليومية وهو رايح الحقل طبعا بيهتم بيها عشان اللبن علاقة الفلاح بالماشية وكورونا تبقى إزاي؟ إزا ما يلنا الشطار اللي في الفيلد وفي المجال بتاع الحيوانات اللي بتاحتك بالفلاح الأبقار أو الجموس أو الأغنام أو غيره عارفين إن الفيروسات دي بتعمل أمراض إسهلات وبتعمل مشاكل ليها علاقة بالجهاز الهضب فالحيوانات دي إنها بتاخد برضو المرض أو بتنقله ده ما سوبتشي وفي نفس الوقت الحيوانات دي احتكاكها وقعدنها باستمرار برضو في الهوى الطالقة ما فيش تلامس مباشر بناس غراب أو ناس مكتن لها فيروسات فبرضو الحيوانات دي ممكن ما تكونش مصدر خوف تماما أو قلق للفلاح والحاجة التانية إن الحيوانات دي طبعا إن لو حصل أو ظهر عليها أي أعراض أو مشاكل تنفسية طبعا الدكتورة البطري بيقوم بيلازم لها أو التعامل معها لكن ما فيش أي خوف منها تماما على الفلاح والفلاح عادي بيحتك بيها أو بيتعامل معها وبرضو ما فيش أي مشاكل يعني مسجلة إن فيه خطورة من اللي حتكاك بينهم وبعض يعني يا دكتور هاك بتلخص القصف أن احنا نزود المناعة الطبعية عندنا وعند الحيوانات لو هي موجودة في البيت أو لو كانت مشاية عند الفلاح في الحقل أو في الحظيرة ده عبارة عن سلوب تغذية صحي ونظافة يومية عادية جدا يعني هاك قلت المية والصابون المتكررة في الإيدين ممكن تمنع مشاكل كتير ده بالنسبة لنا بالفعل ضروري جدا التطهير بالمية والصابون العاديين بالإضافة للمطهرات التانية للأرضيات والحاجات اللي بتكون أقوى شوية اللي احنا ما نستحملهاش على إيدنا وفي نفس الوقت في البيئة نفسها أو في الجو العادي ممكن وده بيتم بالفعل في المناطق المفتوحة شوية رش مطهرات من أنواع معينة في الجو عشان الفيروسات دي نوعا ما قريبة للإيروسول أو الحاجات اللي بتنقل عن طريق الرزاز أو النفس فلما المكان يبقى معبأ أنا مصاب وغيري مصاب وغيري مصاب والمكان تعبأ باللود أو الكمية الكبيرة أو دي من الفيروسات فنبدأ نبدأ نعملها إن أكتيبيشن أو نبدأ نخليها تبدأ تكون غير ناشطة عن طريق المطهرات اللي في الجو دي وده اللي بتقوم بالفعل به تجد الهواء دكتور مهم؟ فتح الشباك يوميا بيقوم بتخفيف اللود الفيروسي لو في عشر فيروسات هيبقوا خمسة لو في خمسة هيبقوا اتنين وهكسب والشامس طبعا ده أكيد طبعا عشان خاطر الفيروسات دي فيروسات ضعيفة بتتأثر طبعا بدرجة الحرارة العالية بتخليها غير ناشطة أو غير قدرة إن هي تعدي أو تبقى تأذي إنسان أو حيوان وبالعكس يمكن في الفترة اللي فاتت انتشرت الطرفة اللي على الفيسبوك والناس بتقول يا جماعة هو الحرارة طب ما بتقتلش بقاوتية الفيروس برا طب ما تقتلوش لي في جسم الحيوان أو الإنسان الحيوان بيسخن أو الإنسان بيسخن طب الفيروس عايش بوازة طب يعني شربة الخفافيش اللي تنقلت من السن دي ما كانتش دافية أو الكلام ده تظهر كله طبعا لكن لا الفيروس طول ما تأثر بحرارة عالية بيبقى إن أكتف غير قابل على العدو لكن وجوده جوه جسم الكائن الحي بيبدأ يتكاثر وهو السبب أصلا في ارتفاع درجة الحرارة لكن درجة الحرارة الخارجية آه بتعمل إن أكتف بيش طالما ما فيش ضرورة نخرج عشانها لأن طبعا تقليل الخروج والاحتكاك بالبشر خارج المنزل بيحمي يعني بصورة كبيرة جدا من نقل الفيروس ويرب مرحلة تعدي على خير بأسرع وقت ممكن دكتور أكرم نورتنا بزينا شكرا دكتور أكرم أبو الخير مدرس المساعد في معهد بحوث صحة الحيوان مشاهدينا خليكم معايا الفقرة اللي جاية مهمة جدا ليه علاقة باستغلال الوقت أثناء الحظر خليكم معايا بعد الفاصل أهلا بكل مشاهدينا مرة تانية أصدقاء برنامج زين الحقيقة الحكومة المصرية تدير بشكل رائع أزمة كورونا والحقيقة يكمل هذه المنظومة استجابة المواطن المصري للتعليمات الصحية المهمة والملخص هنخلينا في البيت دلوقتي على قد ما نقدر عشان نمنع انتشار الفيروس ساعات الحظر ممكن تكون مملة للبعض ممكن تكون طويلة للبعض اللي مش بتعود يوعد في البيت كتير بنقول رب دارة نافعة ويقول كمان قال الله سبحانه وتعالى عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم يعني ممكن نحول هذا الوقت أو هذه الساعات الطويلة أثناء الحظر لشيء مفيد شيء مجدي شيء نافع على المستوى الاجتماعي والنفسي والمدي كمان يمكن البعض يفكر يعمل مشروعه وقعد في البيت ممكن البعض يحاول يقرب أكتر من عائلته ممكن أشياء كثيرة جدا تحصل في ساعات الحظر رحو معايا بضيفي على الهوى النهاردة في زينة الخبير التربوي دكتور مصطفى إديسوئي دكتوراه في اللولة العربية جامعة الأزهر نور يا فندم نور حضرتك طبعا مني عزك يا ربا دكتور يعني بنقول ربا دارا نافع ويمكن البعض اكتشف أشياء جاملة في البيته وقعد في ساعات الحظر ممكن حد يقول إيه أنا أرجع لهواية زمان اللي بطلت عملها أثناء شغلي سنوات طويلة جدا بطلت هواية الشعر بطلت هواية كتابة القصة بطلت الأشغال العدوية والكنفا في ناس كتير فكرت أيام زمان كانوا بيستمتعوا بإيه رجوع يعملوا تاني يمكن البعض كمان فكر يقرب من أولاده أكتر فيه أشياء أخرى كثيرة نعرفها من حضرتك هقول الحظر عموما يعني كان ليه فرصة كبيرة جدا جدا أن احنا نوفر وقت بص حضرتك كتب التنمية اللي بتتكلم عن إدارة الوقت والكتب اللي بتتكلم عن تنظيم الوقت وإدارة الوقت بالشكل الأمثل كلها كانت بتدور حوالي حاجتين الحاجة الأولى أن الإنسان الوقت من ذهب لو لم تختنمه ذهب أحد الحكماء سؤل عن الوقت يعني سؤل عن العالم أو عن العلماء المعموما كيف هم فقال رأيتهم يجدون أن الوقت أغلى ما في الدنيا ووجدتهم أن أشح بأوقاتهم من الدرهم والدينار ده إن ده اللي إنما يدل على أغلو الوقت عموما فإحنا دلوقتي كتير جدا 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 أنا لو سألت حضرتك أو سألت حضرتك قلت لك أنت كان نفسك أنت هتقول لي أنا كان عندي مهام كتيرة جدا 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 تمام؟ كان نفسي المهام دي إن أنا أعملها أو أوفرها لو أنت كنت قبل الحظر أو قبل الوقت أو قبل هتدي لي لستة كبيرة أو تقول نفسي إن أنا يكون عندي ساعة واحدة بس نفسي يكون عندي يوم واحد فقط بس أقضيه مع عائلتي أو يوم واحد فقط بس إن أنا أقضيه مع كل التزاماتي وكل حياتي وأقضي به هوياتي أنت دلوقتي بقى عندك فرصة إن أنت تأدي ده إن أنت لو أدركت أدركت إن أنت فعليا الوقت ده غنيمة وكنزة بالنسبة لك اللي هو إن أنت قاعد فيه كتير مننا بس للوقت إن هو أنا قاعد في 24 ساعة في البيت ما بعملش حاجة لا ده فرصة إن أنت تعمل أكتر من حاجة أول حاجة فرصة إن أنت تقرب قوي 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 من الأسرة بالنسبة لحضرك اللي كلمت إن هو أعرف إيه في الأسرة إن أنت تعرف أسرار جديدة جدا جدا عن زوجتك تكتشفها وتكتشف أسرار جديدة عن زوجك تكتشف أسرار جديدة عن والدك عن والدتك عن أخوك عن أختك الأسرار دي ممكن تخليك تقول أنا كنت ليه غايب عنهم على فكرة أهم حاجة أو أغلى حاجة ممكن نهديها لأهلنا رقم واحد الاهتمام والوقت دول أغلى حاجة ممكن نهديهم اللي الحاصر ادينا كمان فرصة إن احنا نتعلم حاجات جديدة طيب أنا مش يعني هنتقل لنقطة جديدة غير لما أستوفي النقطة الأولى حاجة بتقول ممكن يبقى فيها علاقة اجتماعية أكثر سراءاً يعني الزوج يكتشف نقاط للتقارب مع زوجه أكثر ونقاط للتقارب مع أبناءه أكثر وأكثر يمكن في ساعات الانشغال الطويلة أيام اللي فيها شقة وفيها شغل متواصل ساعات بنخفر عن أشياء في علاقتنا مع أبنائنا أعتقد دي فرصة طيبة لهذا التقارب الإيجابي الجميل طبعاً 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 شايف إزاي ممكن يكون هذا التقارب مع الأبناء خاصة إن الساعات الطويلة ممكن تعمل اكتشاف لبعض السلبيات في شخصة الأبناء أكيد طبعاً أكيد بص حضرتك إحنا ممكن نكتشف سلبيات لأبنائنا تمام؟ طب إحنا لو اكتشفنا سلبيات لأبنائنا نحاول نحلها إزاي؟ ده أمر طبيعي إن إحنا طربويين كلمة أنت مربي يعني أب يعني الطبيعي هتنمي هتعزز الصفات الإيجابية وهتحاول تعالج الصفات السلبية عشان أعالج الصفات السلبية لإبني في خطوات محددة كده سبع خطوات المفروض إن أنا أحاول أتباهها على قدر الإمكان الخطوة الأولى الإيمان واليقين إن أنا أقدر أغير إبني إنما الأعمال بالنيات أنا عند ظن عبدي بي ما فيش أي قيمة لأي تجديق محاولة لتطوير إبني وإزالة السلبيات اللي فيه إلا إذا كنت أنا عندي إيمان وعندي يقين إن أقدر أزيل السلبيات دي ده أول خطوة وده أهم خطوة لإزالة أي سلبية في الولد أو البنت اتنين حدد نوع السلبية لإني ممكن تتقابل أكتر من سلبية حدد الأولوية اللي أنت عايز تختارها بالظهر طب دكتور مصطفى أريد تدينا أمثلة أمثلة بص حضرتك أنا مثلا عندي ابني وليكن ابني صغير همسك مثل السن الصغير ومثل السن الكبير السن الصغير ابني صغير مثلا بي عنده بيقول لفظ بزيء أكتر من مرة أنا عايز أزيله أعملي واحد حدد هو بيقول اللفظ ده إيه يعني وصل لدرجة إيه اتنين لاحظ هو بيقوله مثلا سبع مرات في اليوم تمام مرات في اليوم بعد ما تلاحظ حدد السبب هو ليه بيقول اللفظ ده قال اللفظ ده مثلا لإنه راح عند قريبنا الفلاني يعني مثلا راح عند عامل بيقلت حد أكبر منه أنا سبته في المكان الفلاني فأنا هنا كده عرفت السبب بعد ما تعرف السبب حاول تزيل السبب ده لو قدرت أني انت للأسف يا دكتور مصفة سعادة الطفلة بيقلد الأب والأب بيزعل صدق يعني بتبقى مشكلة صدق يعني إزاي أقمر ابني أو أنصحه بحاجة وأنا بعملها وأنا بعملها طبعا 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 ما وإحنا هقول لحذيك الحاجة إحنا في الحقيقة مش بنربي أبنائنا إحنا في الحقيقة بنعدل سلوكنا مع تربية أبنائنا فده هو هي الرسالة هي الرسالة أن أنت بتحاول أن أنت تخلي حبك لابنك هو تقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال ده فبتحاول تعالج سلبياتك وبتحاول تعالج نفسك قدام نفسك عشان تقدر تربي ابنك إحنا لو أزلنا السبب الأساسي اللي هو موجود عند الولد ده هنقدر نعمل إيه بعد كده بعد منزيل السبب ده أحاول بقى تعمل حاجة اسمها تقويم آه أنا هو كان بيخطأ أو بيقول اللفظ البازيء ده مثلا سبع مرات ثمان مرات لأ ما شاء الله بدأ يقوله ست مرات إذن فيه تحسن في حالة مهمة الصبر إحنا كلنا عندنا مشكلة أن أنت بتقول عايز عصة صحرية أن أنا حول ابني من غير أي كلام عايز أحوله بين يوم وليلة للصفة اللي أنا عايز لا طبعا لازم عليك بالصبر طب لو مسكنا السن الكبير آه أنا لاحظت أن ابني في السنوية العامة ودي مرحلة لا صعبة جدا 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 بالنسبة اللي بيقول لها هآمل طب أنا دلوقتي واحد هحدد اللي لاحظت حاك إيه هو ابني ما بيذكرش ما بيهتمش بمادة معينة أولا لازم يكون عندك إيمان أن أنت طيقت تتغيره ما تقولش ده عنده خلاص 16 سنة ولا خلاص أو شكل لا أعين لازم يكون عندي إيمان أين حدد نوع هوا ما بيذكرش هوا ما بيذكرش تماما ولا ما بيذكرش مادة معينة تمام لاحظت درجة عدم المذاكرة بتاعته دي بعد كده شوف السبب السبب ما بيذكرش تماما عشان فيه مشاكل أسرية خلاص لا ما بيذكرش مادة الرياضة مثلا لحية دائما النصيحة الزهبية في هذا الموضوع أن لو فيه خلاف ما بين الأم والأب يبقى داخل حجرتهم مش قامل أطفال طبعا أو حتى مش قامل الشباب طبعا بينعكس بالسلم جدا على شخصياتهم بيحسوا بعدم الأمان والخوف عندي حق صدقتي صدقتي طيب دي ملحوظة مهمة لأن ساعات الحظر بتخلق نوعا من النقاش الطويل والنقاش لما بيطول ممكن يقلب لمشحنة أو خنائة فإحنا مش عاديين يوصل للحكاية دي عاديين نصيحة للأزواج بقى المرة دي نصيحة للأزواج هقول حاجة يمكن ت أولا لو اجتمع اتنين طبيعي يحصل رد أخذوا رد ما بين الزوج والزوجة ده أمر طبيعي اتنين ثقافة مختلفة نوعا ما متقارب وكان جنس مختلف لازم يحصل أخذ ورد تمام طيب أنا هقول حاجة مهمة أوي 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 لو خدناها هتكون سبب دخول للزوج الجنة وسبب دخول للزوجة الجنة سر جميل جدا 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 إيه هو اللي هيحرص من الزوجين على عدم توسيع الخلاف بشروا الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة طب إيه أكبر دليل على ده أكبر دليل على ده إن الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل يا رسول الله من يدخل الجنة قال كذا وكذا وكذا المهم يقول ونسائكم طب إيه نسائكم إزاي قال لك المرأة الولود الودود التي إذا أغضبت زوجها أو غضبت زوجها عنها لا يغمض تقول والله والله لا أغمض لا أزق غفوا يعني حتى لو غفوا منهم حتى ترضى حين علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم بإن إحنا لو قدرنا لو قدرنا نتفادى نلم الأسرة اللي هيبادر منهم هو للجنة طب ليه خص المرأة هنا بالذات خص المرأة لأن هي جانب الحب وجانب الحنان وجانب حاجات كتير جدا وجانب العاطفة على فكرة هنا لهم الجنة جنة إيه بقى فإنها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه بقى فإنها لها الجنة فإنها لها الجنة أمرهم الجنة أمرهم كلام مهم جدا يا دكتور يعني ملخصه أنه كلمة ما يبقاش قدامها كلمة يعني يعني في ساتة العصبية ممكن الزوجة تفوه بلابز فيها يبين فيه العصبية والتوتر الطبيعي بقى وفي هذا الموضوع اللي حاجة بتقول فيه استحسان لمواقف المرأة أنها ما تردش أنها تصبر على هذه العصبية الغالث لما يروق ترجع تعد بوتاني وكمان الزوج يعني وكمان الزوج كمان حضرتك الله مبارك يعني سواء الزوج أو الزوجة يعني يتذكروا البعض المواقف الجميلة تذكر تذكر المواقف الجميلة هو ده اللي هيأدي إلى أني احنا ننسى دايماً أي خلافات يعني إحنا نتذكر المواقف الجميلة هيخلي الخلاف ما يستمر إيش عموماً هو ده هو هي دي الحتة اللي احنا بنفتقدها أني احنا نتذكر لبعض دايماً المواقف الجميلة أني احنا نحاول ما نوسعش الخلاف لأنه توساق الدار الخلاف هي اللي فيها مشكلة أني احنا نحاول نوصل للأمان والاتمأنام في الدنيا عشان نوصل لأمالة منام في الآخرة كمان في حاجة تاني برضو نحاول نتجنب الإساءة لأن الطرف التاني ممكن يغفر بسبب أن انتم واجعنا لكم من أنفسكم أزواجنا ولكن هتلاقي بصعوبة أوه هينسى الإساءة بتاعتك دي طيب عمر احنا معنا تقرير عن ساعات الحظر المنزلي إزاي نقضيها نشوف التقرير رجع مرة تانية مع حيكة دكتور مصطفى عشان تقولنا إزاي نتصرف في الساعات اللي ممكن تبقى طويلة في بعض الأحيان وإزاي ما يبقاش عندنا اكتئاب ويبقى عندنا إيجابية في إدارة هذا الوقت اللي عادينا فيه في البيت مع بعض نشوف مع بعض التقرير رجع مرة تانية أهلا بكل مشاهدينا مرة تانية يا أصدقاء برنامج زينة لست حوارنا وستمرنا مع حضرتكم معضي في النهار ده دكتور مصطفى منتكلم عن الاستغلال الأمثل لساعات الحظر المنزل إزاي نحاول هذه الساعات وحاولين في البيت لساعات ممتعة فيها تقارب من بعض أكتر فيها استفادة من هواتنا الأزيمة فيها تعلم خبرة حياتية جديدة أو مهارة أيضا جديدة دكتور مصطفى شفت التقرير آه طبعا بص حضرتك الله مبارك إحنا ممكن نستغل الوقت ده في تقضية تعلم مهارة جديدة أو التعرف على مهارة جديدة من خلال التعليم من لين أو غيره بص إحنا عندنا في قانون بيقول أنه إنت لو في حاجة اسمها المعرفة تقدر تلم وتعرف كم تماما عن علم معين كإجمال عموما من خلال أن أنت تلم بيبي بالسماع أو المشاهدة أو القراءة لمدة عشرين ساعة فأنت لو قرأت أو سمعت أو شاهدت لمدة عشرين ساعة عن العلم ده تقدر تفهم فيه فأنت ممكن تستغل ده بأن أنت كنت نفسك أنت تتعلم لغة جديدة خلاص الموضوع بسيط جدا جدا ممكن تحاول أن أنت تقرأ أو تسمع أو تشاهد اللغة اللي أنت عايزها دي لمدة عشرين ساعة وجزقها على المدار اللي أنت قاعد فيه عايز تتعلم أمر جديد زي تعلم التجويد مثلا برضو نفس الكلام تقدر تسمعه أو تقرأه لمدة عشرين ساعة مهارة أكتر يفيد الآخرين أكتر يعمل خير أكتر المهم يبقاش فيه هادر للساعات خاصة قاعدة الكافيهات دي أنا الحقيقة مش متحمسة له ومش بحبها خالص خالص بالذات للشباب يعني هما الطاقة هما الإيجابية هما الصحة إزاي قدوا كل كروز دي إزاي قدوا كل كروز دي هما عادين يعني غلط حاك قلت لأ أفكار إيجابية إزاي يستغلوا ساعتهم جوة البيت إحنا مستمرين في الأفكار هاك قلت تعلم لغة تعلم مهارة إيه كمان وإيه كمان في حاجة مهمة جدا 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 لازم تمتلك طاقة لإستغلال وقتك طيب أمتلك طاقة لإستغلال وقتي إزاي علماء التربية وعلماء التنمية الزاتية والمعلم الأول والرسول صلى الله عليه وسلم بيين لنا إزاي تمتلك طاقة لإستغلال الوقت الأمثل أولا لازم تحدد معاد لإستيقاث ولازم تحدد معاد للنوم التزامك بالاستيقاث والتزامك بالنوم هتستطيع من خلاله أن أنت تكون قوة وطاقة من خلالها تدير وقتك بالشكل الأمثل على فكرة كتير جدا بيتوهم أن خارج البيت محتاج طاقة أكتر من داخل البيت لأنا بقول داخل البيت في الفترة دي محتاج طاقة أعلى وأكتر لأنك دكتور مصطفى أنا بشكرك على موضوع فكرة تنظيم الوقت بس اسمح لي دي في حاجة مهمة جدا في ثقافة مش حقيقية ومش مصبوطة ومش مصرية ومش عربية ومش دينية نحن نبدأ اليوم الظهر أعتقد لازم نرجع لأسلنا الجميلة ونبدأ اليوم مبكرا زي الفلاح المصري الأديل اللي كان كله صحة ونشاط يعني صدق بمناسبة الحديث ده رسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك لأمتي في بكورها ده دليل على حاجة على فكرة الأطباء الأطباء أدق عمليات بيعملوها هي العمليات مبكرا العلماء أو أصحاب الندوات أدق ندوات بيعملوها وأدق محاضرات علمية بتقال في العالم تكون مبكرا الأصواق العالمية نفسها بتكون مبكرا فعلينا بالتبكير صحيح يعني حتى الحديث النبو الشريف البركة في البكور طبعا طبعا اللهم بارك لأمتي في بكوريا طبعا طبعا الناس قامت بادري ممكن تعمل أشياء كثيرة جدا هتلاقي عندك الطاقة لتأمنها والحرص على الفطار للشباب دلوقتي بيعمل الحكاية دي وينزل بغير الفطار مثلا يعني التفاصيل الصغيرة تبان بسيطة لكن قد إيه هي مهمة للصحة العامة ولصحة المجتمع كله طبعا أنا كنت حابب كمان أقول حاجة كمان يمكن دي مهمة جدا 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 متعتبر زي الكنز كده كان فيه ناس كتير جدا جدا غافلين عنها أرغم أن هي فعليا لو عارفها هيقوله وأنا كنت غافل عن الكنز ده إزاي طب يا ترى إيه هو بقى الكنز ده الكنز ده هقول لحضرتك أنا بسألك وبسأل نفسي وبسأل المشاهدين أنت بتشتكي من إيه يقولك أنا قاعد في البيت 24 ساعة أو قاعد في البيت أغلب الوقت طيب أنت ليه بتشتكي من ده يقولك أنا قاعد في البيت هقول لحضرتك تعرف أن السلف الصالح والصحابة الوقت اللي أنت فيه ده كانوا بيستنوه من السنة للسنة إزاي هتقولك أيوة فعلا السلف الصالح والصحابة كانوا بيستنوه الوقت ده من السنة للسنة ورد عن عمر بن قيس وهو من سيدة السلف رحمه الله قالك إبقى كان إذا جاء شعبان أغلق حانوته يغلق دكانه ويتفرق لقراءة القرآن الكريم الشهر ده كن الصحابة كانوا مسمينه شهر القراء على فكرة الرسول صلى الله عليه وسلم نبه إن إحنا كنا هنخفل إن إحنا كلنا هنخفل عن الكنز ده إزاي سألوا أسامة ابن زيد رضي الله عنه قالوا يا رسول الله لماذا أراك تكسر الصيام في شعبان قال أكسر الصيام في شعبان لأمرين بصبع الأمرين بقى الرسول حين أقسمه لنا أولا ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس فهو ما بين رجب وما بين رمضان بيغفل عن خيره وكمان ترفع فيه الأعمال إلى الله فأحب أن يرفع عملي وأنا صعب عارفين لو قدر لينا في يوم من الأيام أو كنا عاد بينا الزمن أو كنا في زمن وقابلنا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض روحه وسألنا إيه أكتر شهر لك فيه ذكريات طيبة يا رسول الله هيقول لك شهر شعبين ربنا سبحانه وتعالى أرضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه أرضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في قبلته ربنا لن يقول إنك قبلة ترضاها لم يقول نرضاها لا قال ترضاها أنت يا رسول الله إذن ترسل التقرب لله أكبر وأكتر ويمكن كمان تقرب للآخرين وفاية المجتمع والتكافل وإحنا طبعا الشهر الكريم هو إحساس بالغير وعمل للخير أكتر وأكتر ويمكن فرصة أثناء الحظر نعمل جرد لدولبنا لأشيئنا في البيت بحيث أي شيء مش هنستعمله أو فضل السنة الفاكت كلها مستعملناهوش فرصة نحن نطلعه لله لأن طبعا فيه حديث وفيه هنا حاجة جميلة أو هنا فيه حاجة جميلة أو بالنسبة للصدقة اللي حضرتك كنت هتنوي على هقول حاجة أنا ممكن أغضب المدير بتاعي جميل هيعقبه طيب ما بالك بقى لو أنت أغضبت الزات الكاملة الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لك واللي بيطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى الصدقة طب لي لأن الصدقة من الصدقة عندما يتوفى المتوفي فأنه يتمنى العودة ليتصدق طبعا طبعا الصدقة من الصدقة تدل على صدقك مع علاقتك مع الله سبحانه وتعالى فالصدقة هي من أجمل ومن بص حضرتك ضمان المال ضمان المال كلنا نفسنا المال بتاعنا كل غني نفسه من مال ويزيد نفسه من مال ويزيد طب عارف ضمان زيادة مالك إذن هنتاجر مع الله جميعا بالصدقات أنا الحقيقة كان نفسي الحواري طول أكتر لكن لسه في مسيرة إن شاء الله يومية في زينة وفقرات كلها لصالح الأسرة المصرين نورتنا نعرض على الهواء دكتور مصطفى الخبيري التربوي والحقيقة أنا عايز أقول أنه فعلا فرصة الأيام دي نستعيد أفكارنا واتجاهتنا ومبادئنا وكمان نشوف بيتنا فيه ايه مش عايزينه لأن فرصة للتصدق والتقارب لله والحقيقة التكافل الاجتماعي من أهم سمات الشهر الكريم شهر رمضان مبارك نستعد لي بصدقات والإحساس بالآخرين سعادت جدا بيكم معاكم النهاردة بكرة فريق عمل آخر وبرنامجكم اليومي زينة إلى اللقاء